اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا تسلح لدخول العساكر الا من جهة الشمال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار في تلك الجهة اديع مكان بين الحرة القربية والشرقية وهو نحو ميل فوصل الحرتين بحفر الخندق في هذا المكان وبدأ هذا الخندق في جهة المغرب من شمال جبل السلع ووصله في الشرق برأس برأس ممتد من حجالة الحرة الشرقية عند اطم الشيخين وقد وكل الى كل عشر الرجال ان يحفروا اربعين ذراعا واشترك معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق ونقل التراب ونقل التراب وكانوا يرتجزون فيجيب ويرتجز فيجيبون وقد كابدوا اثناء حفر انواعا من المشقة ولا سيما شدة البرد وشدة الجوع وكان يؤتى لهم بملء كف من الشغير فيسنع بدسم يفوح منها الريح فيأكلونه وهو يصعب مروره على الحلق وشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع واروه على بطونهم حجرا حجرا كانوا قد ربطوه فاراهم على بطنها حجرين وقد وقعت اثناء الحفر بعد الايات رأى جابر شدة الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصبر فذبح بهيمة له وطحنت مرآته ساعا من شعير ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا في نفر من أصحابه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أحد الخندق وهم ألف فأكلوا وشبعوا وما زالت البرمة بقط والعجين يخبز وذهبت أهد النعمان بن بشير بحفنة من تمر الأبيه وخاله فبدده رسول الله سعسا فوق ثوب ودعا أهل الخندق فأكلوا ورجعوا والتمر يسقطوا من أطراف الثوب وعرضت لجابر وأصحابه أثناء الحفر كدية شديدة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربها بالمعول فعادت كثيبا أهيل أي رملا لا يتماسك وعرضت للبراء وأصحابه سخرة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله ثم ضرب دربة بالمعول فقطع قطعة وخرج منها دوء فقال الله أكبر وعطيتم مفاتح الشام وإني لأنظر إلى قصور الحمراء الساعة ثم ضربت ثانية وبشر بفاتح فارس ثم الثالثة وبشر بفاتح اليمن وانقطعت السخرة طيب حقومة لقضوة الأحزاب واليهود قرها على بأنه والأسبابهم دي بحلقة 111 بدير تهاجين دي بو اللي حلقة اللي دي با الحلقة 112 لشورة ولا خندق كفا على ومنتلا سببو دي بقلة التهاجية اللي كفا اللي حقوق لخبر دي با النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء أنه خلاص أنه قريش لهم يهود بن الخيبر وليس دي با مقايسة وجزء من القبائل با كم قايسة وأن دا اتفاقوا بديش هائل عرامر من كل قبائل نحن دا حاولو دي بو يقول لهم تهجوم دي مدينة لحد دهلو خبر بطحيو ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه شاورا سلمان الفارسي رأيها با بيالا يا رسول الله خندق نحفر والنبي صلى الله عليه وسلم قل اللي رأيه لأي ديو ونس أبو ومدينة حيني أدبر واتباب أبو كلتا أدبر تقليم بديبا دا ممكن لما قويسة عمران دا ممكن أدبر كلتا وابقال ليه كلتا لكن اللي ابصلت تجاهته من شارك ومن قرب ومن جنوب اللي كله تجاه الفاتوح وتجاه أورا تجاهته ممكن لديش والعسكر والأدام للأدتب إنسا من قبي وكمساليه فروس من قبي وكده يعني حتى يتا لقبي لبعد أبوي يعني أدام وانه قل إتاب وقل هير ورحة للناس يجيبوا يكونين عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اللي تجاهل لطباب ولفتحت يعني لقنحا وإدي لخندق يجيبوا وديو كمنا دابر دابر ومن من منطقات دابر ومن منطقات لأكاد إلا كله سكر جبل الشيخين ومن من منطقات كمنا دابر حفرها وخندق ودوا وإلا تلا خندق لقبعد ولو كده يعني جوع وطمي وبرد وزفره وبذوح مشاقات وبذوح تعب قبعد وحبا تشعير ما تعالوا لهم العفار اللي علو وشوي حساس من دوا دوا بابا اللي علو مناسبة تجوع حتى مرد صحابة الله عليا وشك وقلق النبي صلى الله عليه وسلم ودبا أكبودهم وبان عصرهم علو والنبي صلى الله عليه وسلم كم صلى الله رأبوا وبان تا أكبودهم وتم تا كردوا كروة المناير أيوم العصر على سكر لما حال الله بات حو سكر لي خندق قل لحفره ولا مدينتهم والأغيتهم ولا وآيات من رب العالمين كم صلى نبي مؤيد وحسلى النبي كم صلى صفراء وصحابتكم صفراء جابر رضي الله وصحابي بهمت على حرد وقل السيتو يعني ساعة قبل شعير له تحنت وقل خبزنا ورق تأتيت ولنا بريت نتودي ولا بهمت على تمام لإندا حرد يا أسنية كطبخ يا ومحبي عنبالها النبي صلى الله عليه وسلم وكما نفر لهم لك والنبي صلى الله عليه وسلم هيني كلوا لخندق لألف نفر لقبؤ كلهم أولهم لك والله سبحانه وتعال ديب الله به مات وديب الله حفنات نايا شعير نايا أكر بركات ود ديب كلهم برعو أسك ما لك هليع ولا برمات فقر من على ولا عجين تخبز على طوالي سن كتعلو يعني ود علو اليوم ود حتو قل النعمان بن بشير بتامور قل مات قل حال وقل أبوها والنبي سلام كمسال انت ديب بالله فاردا ديب بالله يعني كفاي ديب وكعي ديو ولا صباح انت كلهم لا كيوم وكل مالعو وبالعو وتامور كمان زيادة ديب قراب أبال أقلا وكمسال يو كمان ديب الله وكد إلا يعني حيات سخرت أكان تردد متى أبي تقولون والصحاب رضوان الله عليهم قل جابر والنبي صلى الله وسلم بسم الله يندبي للداب طايا وكمسال حتى قبأت عالح هيد وشمشم قبأت وكان عالح تاكمت إلا باد باد كمسال داب طايا بامعو كمسال داب طايا كمسال هما يعني قل البراء منت عبايت حد سخرت تاعتردتو دا الحفرو والنبي صلى الله عليه وسلم كارا كبامعو وانا بسم الله يندبي لكم صلى داب طايا قل قبأت والنبي صلى الله عليه وسلم كالي كمسال داب طايا دو فقر مننا النور فقر مننا والنبي صلى الله كبار بيلا الله اكبر عطيتو مفاتح الشام واني لانظر الى قصور الحمراء ديب لتجاء قرطباء وحمراء التجاء اسبانيا واللي تات بلها اللو اماكن المدين مسلمين اللي اللو ديبهم الله اكبر عطيتو مفاتح الشام بيلا الشام لكرا سوريا ولبنان واردن وفلسطين والمناطق الله واني لانظر الى قصور الفارس اللى كرا ايران وقير المناطق اللى كل البلات دفروس وثم الثالثة وقائس هارس كمسود عطياني يمن فاتح يمن ولا معناة اللو فارت القبعة قب يمن بشرا فارس بشرا بشام بشرا بقصر الحفرة النبي صلى الله وعلى لمعيزات اللى وإلا عياد اللى ديب اللى خندق عند الحفرة القبعة تكفالة مطي بين طرفها الخندق قدم ادي ديولوغ انتها قيتو انشاء الله تلات مطي وساكل هم باطح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته